زاد البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014 وتعهد بعدم شراء عملة أجنبية في السوق حتى نهاية العام الجاري مع اعترافه بمخاطر تراجع الروبل والعقوبات الأمريكية وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك إن سعر الفائدة الرئيسي زاد إلى 7.5% من 7.25% لتعود الفائدة مجددا إلى مستواها المسجل في مارس أذار وأشارت إلى استبعاد خفض الفائدة في أفق زمني يمتد عاما وعضحت نابيولينا الأهداف التي دفعت البنك المركزي الروسي لاتخاذ قرار زيادة أسعار الفائدة والتي سينعكس أثروا على الاقتصاد الروسي قرار زيادة أسعار الفائدة المصحوب بوقف مشتريات العملة الأجنبية في السوق المحلية سيكبح الارتفاع في معدل التضخم السنوي في 2019 بما بين 5.5% وسيعود معدل التضخم إلى 4% في النصف الأول من 2020 عندما تتبدد آثار قرارية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتقلبات سعر الصرف واعتد البنك المركزي شراء نحو 300 مليون دولار يوميا الشهر الماضي قبل أن يوقف تلك المشتريات لكبح خسائر الرابل الذي هبط نحو 10% في أحدث موجة بيع في الآونة الأخيرة والتي بدأت في أوائل أغسس أب وبعد تحرك البنك المركزي ارتفع الرابل إلى 67.46 مقابل الدولار وهو أقوى مستوياته منذ 31 من أغسس أب ليبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من عامين البالغ 70.60 في عقاب فرض مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية شهر الماضي إنها فرضت تلك العقوبات بعد تأكدها من أن روسيا استخدمت غاز عصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا وهو الأمر الذي تنفيه موسكو وأصفت وزارة الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية بأنها غير مشروعة قائلة إن موسكو ستبدأ في وضع جراءات انتقامية على نفس المستوى ردا على العقوبات